النهاردة وإحنا طبعا بنوصل هو للأدوار النهائية في كأس العرب عايزين نتكلم عن تفصيلة تستحق التوقف عندها وتأملها دور القائد الأهلاوي في منتخبات البطولة المختلفة حنلاقي فيه ثلاث منتخبات كبار جدا مصر والمغرب وتونس صحيح المغرب خرجت بركلات الترجيح قدام الجزائر بعد ما قدمت أداء رائع الحقيقة في البطولة لكن العنصر الإيجابي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي هو كابتن المغرب بدر بنون نجم خط دفاع النادي الأهلي آدي واحد التاني تونس نسور قرطاش وطبعا معروف ان كابتن الفريق هو علي معلول دي التاني تالت حاجة منتخب مصر وطبعا كلنا عارفين بالطبع ان عمرو سولية هو نجم خط وسط منتخبنا ونجم خط وسط النادي الأهلي هو كابتن الفريق وبعده محمد الشناوي حارسنا العظيم اللي أنا بقول لحضراتكم عليه ده بيدل على نقطة في منتهى الأهمية وهي شخصية النادي الأهلي اللي دايما حضره بمنتهى قوة واللي فيها انعكاس يعني كبير جدا على هيبة الفريق في أي محفل سواء كان محلي أو قاري أو دولي لما بعدك ثلاث لعبين كبار كل واحد فيهم بيقود منتخب بلاده وانت بتكلم عن ثلاث منتخبات كبيرة من أصحاب التصنفات الكبرى في إفريقيا وده أكيد بيعكس قيمة وقدر وقامت النادي الأهلي في القرى السمراء بشكل عام أنا متفق معك جدا